أدخل معك في حتة فنية برضو عشان أستاذ المشاهديين اللعيب اللي هو بيلعب الجوده ده لازم بقالين مواصفات معنا هلازم يكون جسمه كبير مليان لا 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 احنا عندنا سبع أوزان يعني انت بتلعب مثلا في الأوزان من الهو القبار تبدأ ستين ستة وستين تلاتة وسبعين واحد وتمانين تسعين مية زائد مية مية زائد مية يعني يعني مية يلعب تحت المية وبعدين زائد المية فوق أي حاجة فوق المية آه بالزبط في الورد الصغيرين برضك فيه أوزان صغيرين لغاية ما يوصل يعني مش كل مش ماينفعش أنا وزدي كبير ألعب مع واحد صغير لا طبعا ماينفعش لا لا كل واحد ليه وزدي بتاعه طيب انت لما بدأت لعب في نادي سموحة المسؤولين بقى عن اللعبة نفسها لعبة الجوده والمنتخبات امتى انضمت لمنتخب مصر أنا انتنبيت سنة 75 وسافرت تشيكوزلوفاكيا بعد فرنسا ولا قبل فرنسا دي قبل فرنسا قبل فرنسا آآ ده كانت لقاء حبي بيننا وبين بيننا وبين تشيكوزلوفاكيا ياما كانت تشيكوزلوفاكيا ده بقى كانت أول مرة تلعب منتخب آآ وبعد كده بعدت فطرة شوية وبعدنا جاءت سافرت التركية بعدت ليه؟ يعني حصل شوية يعني مش كتير يعني انت انت من نفسك بعدت ولا؟ لا لا انا يعني حصل انا شوية كده ملعتش بطولات كده وبعد كده رجعت تاني اتمرن وبعد كده بدأت بقى ايه راكت شوية بقى بيتروح القاهرة اتمرن في القاهرة وارجع النفسي كنت باركة بالعربيات اللي هي السبع راكب بجوة روحت تمرين القاهرة وارجع تاني في نفسي اليوم آآ افضل كنت وروحها من القاهرة تلات مرات في الاسبوع اتمرن وارجع مرن فين بقى في القاهرة؟ كنا نطلعن في المنتخب كان مرأة شوية في مثلا في الاستيد شوية كان في مركز شوية في الجزيرة مرأة كان في اليوبلس آآ مرأة في الزمالك مركز الاولمبيل في المعادي لا لا كانشي لسة هانشي لسة آآ اتعمل بعد ما انا ابطلت جوده خالص ما زهي اتش انت من السفر ولا انت نصامر عندك ارادة خلاص بقى قدت انت عايز عايز سرعب يعني وبعد كده لما جاب بقى بطولة العلم بطولة العلم اللي هي كان في باريس ده الوضع اتغير خالص طب على المستوى الافريقي او خليني على المستوى المحلي بطول الجمهورية هل كان فيه لعيبة معاك وطلعت بعد كده في السفرت معك سفريات ولا بص اقول لك حاجة انا كان فيه تنفس بيني وبين الله رحمه الاسلام عمر الشهابي ده كان مرة كسبني جمهورية اه شباب انا كسبوا جمهورية رجال او بالعكس اه كنا منكس اه يا اتنين اللي كنتوا بارزين اه كان فيه احمد الخطات كان عريقي بس كان مقيم في مصر كان فيه كابتن عبدالرب الله رحمه بعد كده ظهر شريف الدجوي شريف الدجوي ظهر وبقى هو اللعيب اللي ببقى تمالي معايا بنسافر مع بعض يعني هو سافر معايا لوس انجلوس هو لعب الوزن تيل وانا لعبت الوزن المفتوح لانه هو في الولمبيات ما نفعش تلعب الوزنين تلعب الوزن واحد فهو لعب الوزن تيل وانا لعبت المفتوح بعد كده هو سنة التسعين اه كان ولعب معايا مسلا اه بطول التعاني مع اسكرية هو اخد برونز وانا خدت دهب السنة التسعين هو هاجر رح اه عاش في فنلندا لا 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 انا جات لفرصة ان انا سافر امريكا ولعب امريكا بس انا حصل موقف كده ما قادرتش بسبب وما قادرتش تسافر ايه حاجة يعني اه والدتي والدتي رفضت تماما اكيد عاشي انت اسكندرون بتحب الميا بزيها والدتي عاليت لعمن في عشو بترفي خلاص طيب امت بقى حسيت اه وانت في المنتخب مصر ان انا لازم حقق بقى ارقام في افريقيا مسلا لا ما بص اقولك افريقيا بالنسبة لي انا بعد بطولة اللي عنا ما خدت خمس بعت افريقيا بالنسبة لي بعت اسهل بقى اسهل كنت باخد كل بطولة افريقيا برع فيها باخد اتنين دهب تيلو مفتوح وهل افريقيا كان فيها لعيبة على مستوى فيه اه كان فيه جزائر تونس المرس لو شمال افريقيا اه سنغال كان لعيبة كانوا اقوية يعني بس الحمد لله كنت بقدر اكسبهم يعني كلهم نيجيريا مثلا طيب بعد ما حققت بقت ومحطك على المستوى الافريقي او القرر زبابيدي بحرابيض البحر الابيض دخلت معك على البحر الابيض بحرابيض ده اول بطولة بحرابيض اللي عبتها اللي هي كانت في المغرب اه اخدت برونز برونز بعد كده اه بعد لوس انجلس اخدت دهب اتنين دهب كانت في اللزقية ايوه تيلو مفتوح سوريا اه اخدت اتنين دهب وبعد كده اليونان عشان اخدت اتنين دهب في اللزقية فعملوا بطولة ميزان واحد ميزان واحد عشان تخش تخدهم تحطلم كده الاثنين والفضل والقلم فخدت دهب برضه ده بالنسبة للمستوى البحرابيض بمستوى العالم انا خدت اتنين دهب اتنين فضل في بطلات عالم و وخمس مرات خمس عالم طيب انت بعد ما حققت على بطولة بحرابيض وحققت فيها اتنين دهب وكلمنا انت فكرت بقى طموحاتك يبقى بدأت تبص الاعلى من كده ولا قلت ده انا وصلت كده اللي انا عاوله لا بحر ابر مش الاعلى الاعلى بطلط العالم لا انا بكلم بعد البحر المتوصل ما بطلط انا خدت يعني انا غد ما بطلت كنت باخد الاول خدت برونز و بعد اخدت دهب لغد ما بطلت كويس انت البحر المتوصل ما فيها دول اوروبية بتلعب معا اه اه برنسة و ده كان احتكاك اهلك انك لازم بعد كده تلعب بقى مع ابطال العالم بص بس بنت كنت مصنف خلاص انا بقت وصلت ان انت بقت من احسن خامس لعيب تجيب في العالم اه فانت بقى وصلت لدرجة ان انت بالنسبة لك البطلط دي انت اهم حاجة عندك بطلط العالم انت لعبت مسلا يعني انا اولك بعد الاوليبيات اخدت مسلا لعبت بطلط عالم عسكرية نعم اخدت دهب قبل كده قد قبل بطلط العالم كنت بقى خد قبل الاوليبيات باخد فردة وبرونز بقيت باخد دهب خلاص بقى تعودت عدال بقى كده انت وصلت اه وصلت لدرجة ان انت خلاص انت من ضمن احسن خمس لعيبة على المستوى العالم بتخش بزود التموحاتك بقى بالزبط انت بتروح بطولة العالم بتبقى مصنف الناس بتبصلك ان انت مش جاي تأديد واجب انت جاي تروح وتاخد مدالية طيب وانت البطولات اللي انت حققتها على مستوى افريقيا على مستوى المتوسط على العالم ايه او البطولة انت كسبتها وكنت سعيد بيها اوي طبعا الومبيات الومبيات اه طبعا لان هي كان حلمي بالنسبة لي وربانك انا من بيها والحمد لله قدرت حققها ما دي انا نتكلم فيها لو بدها عشان ده فيها فيها حاجات كبيرة اوي طيب احنا لما قلنا احنا معانا الكابتن رشوان بطل العالم في الجودو حبيبك كتير اوي وكل الناس كلها عاوزة تسجل معانا وعاوزة تبعاتك رسائل وعاوزة تحييك انت خدت تكريم قبل ما نقولي على الناس دي انت خدت تكريم في مصر زي اللي انت اتكرمته في اليابان امانة يعني بص اقولك حاجة انا خدت اخدت وسام من من ساعة رئيس حصمارك اياميها اه هو ده اللي يعني اللي خدت ده كان اعلى حاجة اه وخدت مكافئة عشرة تلاف جنيه شهدت سيست سمار ودتهم موجودين لحد الوقتين لا لا خلاص بقى تسوأك فكتهم اه خلاص لا كلام طيب احنا معانا المستشار احمد سليمان وده صديقك قوي بعيتلك رسالة هنسمع هيقول ايه ونرجع نشوف بيت حق قصتنا ايه اشتركوا في القناة